حقيقة أحمد كلنا انزعجنا وتكسفنا لما شفنا الفيديوهات دي بس مش عشان انه فيه إهانة لرموز النادي الأهلي محدش يقدر يهين النادي الأهلي اللاعب ده بيهين نفسه مش بيحترم نفسه باللي هو عمله ده لا بيحترم نفسه ولا بيحترم جمهوره ولا بيحترم ناديه ولا جماهيره زي ما قلت جماهير ناديه يعني مفروض يفيه احترام أكتر من كده الأدب فضلوه عن العلم وعن المهارات وعن الحرفانة ويا ما شفنا لعيبة كتير عندها مهارات كتيرة ولكن عدم الالتزام والنوع ده من الأخلاق خلهم يعودوا وما يكملوش وما يبقوش نجوم بعد كده مش صحة أبدا ان احنا نشوف ده ونشوف حاجة بتسوي صورة الكرة المصرية بالشكل ده حقيقة ولكن لو جيت بسط لتاريخ اللاعب فهو الأمر مش غريب يعني لو جينا شفنا في يوليو 2020 يقاف إمام عشور عشر مباريات بسبب أحداث كاس السوبر واعتداؤه على وليد سليمان أكتوبر 2020 كان إقاف إمام عشور مباراة واحدة بسبب أحداث مباراة المصري بعدها نوفمبر 2020 إقاف إمام عشور مبارتين بسبب تدخل عنيف على لاعب نادي مصر وإبريل 2021 كان بعدها كان إقاف إمام عشور لأجل غير مسمى وتدريبه مع الشباب بقرار من مدربه كارتيرو وبعد ما نزل وتمرن مع الناشئين بنشوفه مبارح بيتطول على الأهلي وعلى رموزه يعني لعيفة قل من موسم بيعمل كل ده مستنين منه إيه؟ أو نهايته تكون إيه؟ إحنا الحقيقة مستنين قرار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات وبعدها يكون لكل مقام المقال في نقطة مهمة بس وأخيرا لأنه حصل ده بيعكس حالة تشوه كبيرة جدا للأسف بنعاني منها في صنوعة البطل الرياضي الرياضة المفروض تكون واحدة من أهم الوسائل اللي بترتقي بالناس أخلاقيا قبل ما يكون فنيا ومهاريا مفترض وإنت بتصنع بطل رياضي تقدمه دايما على أن يكون مثل وقدوة لكتير من الشباب اللي في يوم الأيام هيبصوله عنه النجم أو في موقع مفروض يعني في موقع نجمية فيحتزوا بيه فيقلدوا في تصرفاته وأعتقد أن الصورة دي في حد ذاتها محتاجة تتنسف بقى مش تتنسف وتتعامل بشكل دي